ورحمة الله وبركاته الحضور الكريم الأخوى الساسة أعضاء البرلمان كل بإسمه ولقبه وصفته وكنيته التي يحب أن ينادى بها في البداية أشكركم على دعوة سفارة فلسطين للمشاركة في أعمال انطلاق هذا المؤتمر العاشر لمركز الدعوة الإسلامية وهذه الدعوة تمثل تشريفا لنا وتعبر بكل وضوح على اهتمامكم بفلسطين وأهلها وقضيتها وحرصكم جميعا إلى أن تكون معكم في هذه المناسبة السعيدة والعظيمة أيها الإخوة الكرام في البداية تقديرا اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات سفير دولة فلسطين لدى الهند سعادة السفير عدنان أبو الهيجة الذي منحني هذه الفرصة لأكون بينكم وأمثل سفارة فلسطين لدى الهند وأن أشارك معكم وهو كان بوده أن يكون معكم لولا ظرف طارئ لظروف العمل الحالي أيها الإخوة الكرام هذه السنة العاشرة لي في الهند منذ العام 2014 وإنني أعتز وأفتخر أنني دبلوماسيا فلسطينيا خدمت في هذا البلد العظيم وتعلمت الكثير من التجارب التي أضافت لي الكثير من الإضافات الإيجابية في مسيرتي المهنية والتي زادت عن ثلاثة عقود من العمل الإعلامي المتميز في فلسطين ومع العديد من الصحف الخليجية والأجنبية أيها الإخوة الكرام أنا شخصيا معكم هنا وبينكم لكن أحب أن أقول لكم وبكل فخر أن هناك لي عائلة صغيرة في غزة زوجتي وأطفالي الثلاثة ووالدي وأهلي وشعبي ومحبي تحت هذه النيران العاصفة من العدوان الإسرائيلي الممتد لأكثر من ثلاثة شهور على شعبنا في قطاع غزة أنا لا أريد أن أطيل عليكم إنها فرصة للتذكير بعمق العلاقات التاريخية التي جمعت فلسطين بالهند منذ حركة التحرر الوطني الهندي قبل الاستقلال وكلكم يعلموا مواقف رائد هذه الحركة المهات مغاندي ومواقفه تجاه فلسطين والعرب وتجاه اليهود وغير ذلك ومن ثم واكبت الهند منذ الاستقلال وأول رئيس السيد جوال النهر وما تلاه من رؤساء للهند رؤساء وزراء ومواقفهم الداعمة لشعب فلسطين وقضيتها ومن ثم تأسيس حركة عدم الانحياز وقبلها مؤتمر باندونك والمؤتمر الأفريقي الآسيوي المؤتمرين الذين عقدوا وكان من أولى أولويات السياسة الخارجية الهندية يدعم حركات التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا وفي كل العالم أيها الإخوة الكرام نأمل ونتطلع بكم وبكل مكونات الشعب الهندي أن تظل هذه البلد العظيم هذه البلد الرائدة في الديمقراطية وفي التعايش الديني والعرقي والإثني والثقافي وهذا الخليط وهذا المزيج المتميز الذي يعد مدرسة من مدارس التعايش ومدارس المحبة في العالم أن يظل على نفس ما عرفناه بها داعماً لقضية التحرر الوطني الفلسطيني داعماً لشعب فلسطين دون تغير حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس أيها الإخوة الكرام فرصة أن أذكركم وكلكم تتابعون حيثيات وآليات وتفاصيل الحرب الإسرائيلية البشعة على أهلنا في غزة وفي الطفة والعدوان المستمر على المسجد الأقصى وعلى كل مكان في فلسطين كلكم يرى هذا الاستهداف وهذه الحروب أنا شخصياً من مدينة رفح وبيت يبعد عن الحدود مع مصر تقريباً يعني عشر دقائق أو أقل هذه المدينة الصغيرة كان عدد سكانها مئتين وخمسين ألفاً فقط هي الآن تستضيف ضيوفاً لاجئين ونازحين من مختلف القطاع ما يزيد عن المليون شخص من شمال قطاع غزة ووسطه والذين هدمت منازلهم وأصبحوا بلا مأوى وهذه المدينة الحدودية التي أفتخر أني ابن من أبنائها وكادر من كوادرها هي الآن في مهب النيران مستهدفة بالهجوم المتوقع في أي لحظة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مما ينذر بكارثة إنسانية وفاجعة كبيرة تهدد ليس الفلسطينيين وحدهم بل السلم والسلام الإقليمي والعالمي أيها الإخوة إنني أختم كلامي صادقاً من قلبي أني أتمنى للهند ومكوناتها وشعبها المزيد من الاستقرار والأمان والسلم وأن تضل على العهد الذي عرفناه بها دوماً خير صديق لشعب فلسطين وأهلها وأستذكر معكم هذه المسيرة الطويلة التي خاضها وقادها ورادها ياسر عرفات زعيم فلسطين بعلاقته الخاصة والمتميزة مع الهند وأهلها وحكامها من خلال زياراته الدورية السنوية حيث كان يحرص دوماً على الأقل مرة أو مرتين أن يكون ضيفاً مرحباً به في الهند وزائراً لشعب الهند يطلعهم على تفاصيل ما تمر به القضية الفلسطينية أخيراً وليس آخراً أحب بكل فخر أن أذكر أن آخر لقاء جمع ياسر عرفات رحمة الله عليه في شهر سبتمبر 11 سبتمبر 2004 قبل رحيله وهو محاصرًا في رام الله كان مع ابن كير الله وزير الدولة للشؤون الخارجية المرحوم السيد إي أحمد الذي زاره تحت الحصار وأدى صلاة الجمعة معه قبل شهرين من رحيله في نوفمبر رحمه الله رحمة الله عليه رحم الله ياسر عرفات ورحم الله إي أحمد ابن هذه الولاية الذي كان داعماً لفلسطين أتمنى لمؤتمركم النجاح والتوفيق ولكم كل باسمه أطيب الأمنيات وخالص المودة وخالص الترحاب وخالص السلامات من فلسطين بكل مكوناتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته